عدسة التصوير والقلم الحر أكثر ما يرعب الكيان الصهيوني المحتل الذي يريد أن يكمل جريمته بصمت ليخفي قليلا من سجله الأسود في قتل المدنيين وقصف المنشآت الصحية والتعليمية والتجمعات البشرية وكما في كل حرب مجنونة يشنها الجيش الصهيوني على قطاع غزة المحاصر يبدأ بتدمير مكاتب المؤسسات الإعلامية وضرب مقرات الصحف والإذاعات ولو كان بوسعه لضرب حتى عدسات الأجهزة النقالة لكي لا يبقي على أي شاهد على المذبحة برج الشروق من أشهر أبراج غزة وأكثرها احتواء للمكاتب الإعلامية تم تدميره بالكامل وبعد ذلك قصف برج الجلاء الذي يعد أيضا من أهم الأبراج احتواء على مكاتب وسائل الإعلام في تصرف همجي وصفته وكالة أشوت تبريس بأنه أكثر مشهد هجوم صدمة ورعبا لجنة حماية الصحفيين في غزة ترى أن قصف برج الجلاء يكشف بكل وضوح أن الاحتلال يتعمد تعطيل المنشآت الإعلامية وهو ما فسره الرئيس السابق للالتحاد الدولي للصحفيين جيمبو ملحا بأنه عمل مدروس وممنهج لإسكاة الأصوات التي تفضح جرائم الاحتلال الرئاسة التركية بدورها تؤكد أن الاحتلال وجه ضربة لحرية الصحافة عبر قصف مكاتب القنوات التلفزيونية ووكالات الأخبار وفي كل مرة تشن بها قوات الاحتلال حملة اعتقالات في فلسطين يكون للصحفيين نصيب منها فكم من معتقل لديها بسبب نشاطه الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي أو لأنه وثق بكاميراته عمليات الاقتحام والتنكيل بالمدنيين وهذا الأمر لا يقتصر على الفلسطينيين فحسب بل حتى الصحفيين الأجانب وإن كانوا من دول داعمة للاحتلال الحرب على الصحافة تكشف أن سلطات الاحتلال تعرف أنها على باطل وما تقوم به جرائم ضد الإنسانية يراد لها أن تبقى بلا شهود موسيقى